كما أوضح وزير الخارجية أنه تم التباحث حول التعاون بين مصر وتنزانيا خلال الفترة المقبلة في ضوء المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة سد جوليوس نيريري الذي تتولى شركات مصرية تدشينه كان هناك تويه من قبل الرئيس أيضا مدعوم من قبل فخامة رئيسة الجمهورية بدرورة الإصراع في عقد اللجنة المشتركة إن شاء الله في دار السلام في أول فرصة ممكنة وبعد التحضير الجايد لمخرجاتها تبحثت معا مع الوزيرة عن المشروعات التي سبق وتم التوافق حولها خلال زيارة فخامة الرئيسة للقاهرة في العام الماضي وضرورة تفعلها وتزليل أي عقبات تعتريها كذلك تم استعراض التقدم المحرز في المشروع القومي الهام سد جوليوس نيريري اللي بتطلع بتنفيذه مجموعة من الشركات المصرية